عارف يا حمزة أجل من مكان ممكن تكتب فيه مفردات أشعار وين تفتكر؟ إنت طوال جيتين للجانب السياحة خلينا نداعب الطبيعة يعني يعني ممكن إحنا القريب لنا الأسر الآن فيه تنمية شوية حقيقة وإنت زرته يعني في فترة أخيرة شلال السبالوغة كان فيه وجهات سياحية جميلة وبدأ فيه اهتمام حقيقي جدا من الدولة والجهات المزوعة ومستمر عمو في مجال السياحة إذن هي دعوة صباحية من خلال صباح الشروك لنحكز جمال ومناظر ومشاهد شلال السبالوغة الشلال السادس أو شلال السبالوغة يبدأ من هذا المضيق وجعل الشلال من هذه القرى المطلة عليه قرى سياحية يقصدها الرحالة والأجانب من بقاع العالم المختلفة لذا اهتم أهل هذه القرى بإنشاء مواقع في مزارعهم واتخذوا الإرشاد السياحي مهنة ثانوية يزاولونها ببساطة وطيبة أهل القرية دون ما تعقيدات جمال الطبيعة بالقرب من الشلال أكسب هذه القرى خواص الجذب السياحي تنتشر أشجار الدوم على ضفاف النيل بشكل كثيف كما تكثر الجزر وسط النيل عند انحدار الشلال وتتخذ أنواع من الطيور هذه الجزر مساكن لها وهنا يقف هذا الطائر المسمى بصديق التمساح متأملا في روعة الشلال وبالقرب من الشلال تنشط حركة المراكب في أوقات الصباح بين ضفتي النيل لتقل المواطنين أو تتفقد شباك صيد الأسماك المنتشرة في النيل ويعتبر الشلال مصدر رزق للصيادين من أبناء المنطقة جزيرة ميسكيت تقع في منتصف النيل وتشكل جزءا من شلال السبالوغا ويروى أن هذه الجزيرة كانت ملكا لعجيب المنجلك أحد حكام فترة السلطنة الزرقى بمملكة العبداللاب لكنه تنازل عنها لرجل صالح من أهل المنطقة يدعى الشيخ الفكي حسين والذي اتخذ منها مكانا للتعبد جزيرة ميسك الكيت تعني التمساح فالجزيرة تغمرها المياه في وقت الفيضان لتنشط بها عمليات الزراعة وهي تعتبر مكانا تاريخيا لأهل المنطقة الذين أشطهروا بالتصوف أينما ذهبت أو تجولت في أراضي السودان الواسعة فإنك ستجد شيئا ما يميز المكان الذي ذهبت إليه هنا على ضفاف النيل تستلقي قرية الميسكتاب جنوب بولاية نهر النيل القرية تميزت باحتضانها لمعلم تاريخي وسياحي هو شلال السبالوغا إنسان المنطقة كغيره من أهل السودان يمتهن الزراعة والرعي وتعتبر الخضروات ومحصولات الفولي والبازنجان والمطاطس الأكثر ذراعة كما استفاد إنسان المنطقة من جريان النيل بالقرب منه في زراعة محصولات شتوية أخرى وهنا في وادي القيدوم لفت انتباهنا فضل المولى وهو يرعى الإبل فضل المولى يتجول مع هذه الإبل معظم أوقاته فهو يعشق الرعي منذ سنوات طويلة وعمل في ذات المهنة خارج السودان ويقول إن الإبل تعرف الكثير عن الإنسان وتعرف أكثر عن مالكها وتهرب أيضا عند سماعها لوقع خطوات الغريب وأن للعرب أحاديث ذات شجون عن الإبل توجد بمنطقة الشلال السادس معالم تاريخية وأثرية تعود إلى تاريخ السودان القديم ويحكى أن الملك لوكا وابنته سبا كانوا يقطنون منطقة الشلال التي سميت في تلك الفترة منطقة سبا بنت لوكا أما تسمية الشلال بسبا لوكا فهي تسمية أطلقها مواطنون منطقة على الشلال لتقارب أصوات المياه عند الشلال بمياه المطر التي تمر عبر السبلوكا تحيط بمنطقة الشلال سلسلة جبلية تمتد على ضفتي النيل وعلى الضفة الغربية منه تقع مزرعة العم محمد موسى فالمزرعة برمتها مكان أثري وتاريخي نظر لوجود آثار الثورة المهدية المتمثلة في الطابية التي صممت للدفاع عن الخرطوم عند هجوم غردوم باشا وهذه الحجارة المتراكمة كانت منزلا لودح السوب أحد ملوك العبدالله معظم أهالي منطقة شلال السبلوكا يحفظون عن ظهر قلب تاريخ هذه المنطقة التي اشتهرت بوجود الشلال وربما يبهرك البعض منهم في سرد تاريخ المنطقة وهي تحتاج لإجراء المزيد من الدراسات لما تصخر به من مقاومات أثرية وتاريخية وسياحية ترجمة نانسي قنقر